السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية يا إخوان أينما أنتم وأينما كنتم أهم إيش تكونوا تحبوا طائر الحسون اليوم إن شاء الله تعالى بنا نتحدث عن سلاكتنا الجديدة الحمد لله رب العالمين تم بنائها طبعا قبل مدة ولكن أنا ما نزلت فيديو بسبب الأوضاع والأحداث اللي بتصير عنا في البلاد الله يفرجها يا رب علينا وعلى جميع المسلمين طبعا راح أتحدث لكم عن سلاكتي اللي بنيتها جديد وعما راحل بنائها وكيف أنا عملتها إن شاء الله من آلف للياء خليكم معاي إن شاء الله مع بعض نتعرف ونشوف مع بعضنا كيف أنا بنيت السلاكة وأول إشي قمت فيه إخوان لهو طبعا إشي بديه وأساسي لهو بداء بناء الطوب عندي طبعا واجهتين قمت ببناء الطوب اللي هي الواجهة الجنوبية والواجهة الشرقية الواجهة والواجهة الغربية إخوان هي واجهة بيت الدرج جاهزة يعني مسبقا قبل زي ما هو ظهر أمامكم وما فيها أي شباك أو أي فتحة مغلقة تماما الواجهة الغربية وعندي الواجهة الجنوبية أو الجنوبية صحيح فيها وضعت الشباك أو البوابة الرئيسية اللي بدخل منها على السلاكة وكذلك يا إخوان وضعت فيها شباك كبير أو بوابة نوعما كبيرة طبعا مغلقة تماما وعندي كمان وضعت شباكين في المنطقة الشرقية شباكين كبار والمنطقة اللي هي الشمالية يا إخوان وضعت فيها شباك كبير إن شاء الله بحكيكم عن مقاصاتها قديشهم نيجي لمرحلة الشبابيك بحكيكم إن شاء الله قديش مقاصاتهم تقريبا زي ما ظهر أمامكم يا إخوان عملت بنيت الطوبة وخط قياساتي البدي إياهن وفتحت الشبابيك البدي إياهن قمت بوضع تأسيس بوضع الزفت أو الزفتة حتى إنما يدخل مية من الأسفل الطوب وضعت زفتة حتى تسوي عملية عزل وبعدها إخوان قمت بعمل شمينت ورمل يعني سمنت ورمل ودهانت أو قصرت الحيطات الحيطة اللي هي الجنوبية إخوان والشرقية اللي أنا عملتهن من الطوب وبعدين يا إخوان جبنا الحداد وقمنا بعمل سقف السقف من الزينكو المحشي كلكل اللي دهو داخله كلكل طبعا فيه كلكل وفيه صوف أنا اخترت الكلكل لأنه سعر أرخاص نوعا ما مش يعني هذاك الصوف السخري سعر أغلى فيه عزل أفضل لكن سعر أغالي كثير وعند مساحة حوالي أربعين متر فبيكلفني أكثر فذلك اخترت إيش الكلكل المحشي كلكل وكذلك الواجهة الجنوبية الشمالية آسف كمان هي تعبار حيطة عملتها هي نصها كانت تزيير يعني كانت موجودة نصها طوب والنصف الثاني وضعت وعملتها من الزينكو لأن هذا ظهر حيط طبعا فيه تزيير يعني زي طفطاف يعني حوالين البيت وهذا يا أخوان الجزء العلوي عملتها من الزينكو المحشي كذلك وثقفت زينكو والإيش الجهة الشمالية وضعت من الزينكو المحشي وعشان يا أخوان منطقتي بارد أنا نوع ما بدي أعمل عزل مش بس يعني أنا اكتفيت إني بس أعمل طوب فبدي أعمل عزل ومن ناحية جمالية كماني أخوان أفضل يعني من ناحية جمالية أنا اخترت كمان إنها تكون سلاكة منظرها حلو وكذلك بدي أعمل عزل فاللي قمت فيها إخوان بعد ما بنينا الطوب وصوينا قصرناه بالشمينة والرمل والشيء زي هيكد اللي قمت فيها إخوان إني جبت أو عملت إيش إني أغطي الواجهة اللي هي هذه إخوان اللي هي الواجهة الجنوبية والواجهة الشرقية أغطيهم بالخشب أول إشي قبل ما أضع الخشب فكرت كنت بدي أسوي عزل كمان حتى أنا عندما تقتبار دا وأعمل على يعني إن في الشتاء يكون الوضع أدفى ما بدي أضع أدفئ داخل السلاك فهي يكون وضع أدفى فعندي المنطقة باردة وعماوة حتى الطير يتحمل البلد عملت على وضع إيش كلكل يا إخوان اللي زي هم أمامكم الآن وضعت الكلكل ولبست بعد الكلكل ولبست الخشب عليه حتى إيش أعمل عزل كمان يكون منظر جميل فهذا هو اللي عملت حتى أعمل عزل للسلاك الآن يا إخوان بعد ما نتهم من المراحل هذه ندخلنا إلى مراحلة إيش وضع البوابات والألمنيوم البوابات الألمنيوم والشابيك الألمنيوم طبعا أنا شتريت إنجاهزات مستعملات بناء عليهم وضعت قياساتي يعني شريت الألمنيوم أول وبعدين عملت قياساتي طبعا هذول مستعملات كل الشريت الألمنيوم حين برجوك إياه كله شريتها بسمع 100 دولار تقريبا لو بدأ أشتري إنجاهزات بدتها 3000 دولار يعني يكون جديد فعملت البوابة هذي أخوان في المنطقة الجنوبية طبعا هاي بيت الدرج هذا بيت الدرج عندي ومنتقلت مباشرة إلى إيش هانا عندي اللي هي تاي البوابة الرئيسية تعال بدخل منها بعدين يا أخوان عندي البوابة هذي أو الشبكة أو هذي اللي الله مصدر اسم محمد الشباك طبعا شباك كبير حوالي تقريبا في مترين في ارتفاع مترين وثمانين هيك إشي تقريبا طبعا خليت الإجزاز من برة يعني أنا أفتح من برة أتحكم من برة والشبك من جو حتى أني أستفيد من الشبك وعلق عليه إعشوش زي ما أنتم شايفين عندي هنا معلق عليه إعشوش شايفين يا أخوان هذا بالنسبة للواجهة الجنوبية طبعا ننتقل للواجهة الشرقية كمان الواجهة الشرقية يا أخوان نفس الإشي هاي شبك هاي اللهم صلى الله سيد محمد شباك والشبك من داخل شبك الحديد من داخل من جو وإيش أنا بتحكم من هان بفتح يعني حين أنا بدي مثلا الجو شفت حامي كثير عليهم بفتح عليهم شايفين بفتح من هان وبهوش السلاكة زي ما بدي لو لو أني وضعت لو أني وضعت الإجزاز داخل ما بستفيد من هذه المساحة بضيع عندي المساحة هذه ما بقدر أعلق عليها إشي عشان هيك لو وضعت الشبك داخل والألمنيوم ايش من من برة شايفين وكمان هنا في شباك عندنا يا إخوان هذا كمان شباك نفس الاشي نفس الحجم يعني نفس المساحة نفس الشبكين نفس الاشي تقريبا أتوقع 173 في عرض هذا الاتفاع هين في عرض أتوقع متر ونص هيك ايش تقريبا وعندكو يا إخوان هذه الواجهة الشمالية طبعا لقلت لكم نصها ايش محطوط من اللي هو طبعا مبنو جاهز اللي هو تزيير الدار وعندكو يا إخوان هذه الحيط الحيطة زينكو هاي شايفين إخوان زينكو زينكو محشي كلكل وعليها شباك كبير نحن بورجيكم إياه من الداخل وهذا هو يا إخوان الشباك الكبير شايفين اللي هو الواجهة اللهم صلح زين محمد الشمالية طبعا تقريبا أتوقع فيه يعني ثلاثة متر إلا شوية إش بسيط فيه ارتفاع تقريبا متر ونص تقريبا شايفين يا إخوان الشباك الكبير ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا يا إخوان هم فيه فكرة بدي حبي تحكي لكم إياها على الشباك هذا بالنسبة للشباك هذا الواجهة الشمالية طبعا بدي أحط الشباك من بره طبعا هنا فيه حيطة فيه تحت عندي أنا هنا ورجي يعني أنا عندي هنا إخوان حيطة ما بقدر كيف تفتح الشباك من بره وبدأ أستفيد في نفس الوقت بدي أستفيد من المساحة طبعا كيف دفتح الشباك مثلا عندي الشباك مغلق طبعا كيف دفتح من بره ما بقدر وعندي شباك من جو طبعا كيف دفتح الشباك في وقت تلحم والشباك من جو مسكر علي عندي فكرة صوت فكرة يا إخوان أول اللي أجع صوال إياها أعطاني فكرة حلوة أنا ورجوكم إياها الفكرة يا إخوان إنه أعمال لي حبل شايفين حبل حبل وقام الستوب اللي هنا شايفين هنا ما في إشي يسكر يا إخوان وربطت الشباك ربطوا الشباك بحيث أني أقدر أجر أجر هاي حبل من هنا على الشقة هاي وعندي على الشقة إيش هلين أورجيكم وعندي إيش كمان على الشقة هاي أعمل لي كمان حبل شايفين بجر من عندي هيك بجر وبسكر بدي أفتح الشقة هاي بجر من هنا بدي أسكر بروح أسكر من غض شايفين كيف وهي في نفس وقت إيش بستفيد من الشباك يعني لو بدي أحط الشباك هان عشان أقعد أفتح فيه وخلي الشباك برا أنا ما بستفيد عند مساحة كبيرة هنا أنا معلق عليها عشوش وستفيد منها وفي نفس الوقت هاي طريقة سهلة ومريحة اللي هو عمل حبل حبل داخل داخل الدرج ما فيها أي إش هيطة مسكرة جاهزة من قبل طبعا بالنسبة لمساحة السلاكة مساحة السلاكة مساحة السلاكة طول همشي معاكم هيك طول طلعوا من هان إلى تمشي هان هاي كيك ثمانية متر في عرض يا أخوان عرض هيك عرض عندكو خمسة متر من هيك لهيك لهيك لتصل لهان خمسة متر يعني مساحة أو مسطح السلاكة عندي إخوان اللي هو أربعين متر مربع بتزبط تعني تقريبا أربعين متر مربع مساحة السلاكة عندي وبنسبة لإخوان نسيت أحكيكم شغلة بنسبة ارتفاع السلاكة بيبدأ عندي من ثلاثة متر وعشرة بينت هلاثة مترين وثمانين حسب الميالان طبعا كنت عندي اللي هو الرعافيم عنا نحن نسميه انحتمت نحطه تحت تحت الهاض عشان ما بعيدتش عشان أكسب حيطة ولأسف كان عندي الارتفاع بيبدأ من ثلاثة متر وعشرة من هذة المنطقة يا إخوان وبنزل تحت على مترين وثمانين حتى أني أعمل ميلان وعمل طبعا يكون الميلان على الشقة هذيك ما بزبط عندي هنا إذا بدأ صوي على الميلان على الحيط عندي هيك ما بأخذ الارتفاع البيدي يعني هيك أفضل حتى نأخذ الارتفاع الأفضل وعملتي أخوان كمان مزراب للمية أيور جيكم إياه كيف هايو المزراب يا إخوان هذا مزراب مية بمشي هيك على الحيط مزراب هاي هي مصورة نازلة تحت بتروح عندي لمصرف المية هاي المصورة شايفين بتروح عندنا مصرف المية وعلى البير مباشرة وهذه إخوان مقططفات أثناء إطلاقي إطلاقي الحسون داخل السلاكة وهي هذا إخوان زي متش شايفين طلقت ذكور أنا طبعا مكنتش وضع أشجار وبعدين أطلقت شوية وجبت أشجار وعلى لقت وحطيت والحمد إذا بتحب تشوف في فيديوهات ثانية إخوان عن السلاكة ودخلها ياريت تكتبونا في التعليقات إذا حابين تشوف كمان فيديوهات عن داخل السلاكة هذا فيديو لليوم إن شاء ربنا ببرك فيها يا رب ويبرك لكم يا رب في أموالكم وفي عصفيركم وفي سلاكاتكم إذا عجبكم هذا الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في قناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته